السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد كاناكري أومد ولو وصلتوا لهذا الفيديو فعلى أغلب أنتوا بتتساءلوا كيف ممكن انحسن من أداء اللابتوب تبعنا أو الجهاز المحمول في عام 2022 بهذا الفيديو رح نجاوب على هذا السؤال عن طريق ترقية قطعتين بالكمبيوتر أول إشي الذاكرة وثاني إشي التخزين موقع SSDK يقدم خصومات حقيقية على برامج ألعاب بطاقات شحن وملحقات ألعاب وأهم منتج من هذه المنتجات هو الويندوز 10 برو اللي سعره قبل الخصم 17 دولار عشان نحصل على الخصم الخاص بالقناة نكبس Buy Now نحط كود الخصم اللي هو CEM وهيك بطلع لنا السعر الجديد اللي هو 15 دولار نعمل Submit Order نختار طريقة الدفع نكبس على Get Key عشان يطلع لنا مفتاح ويندوز نكبس Start ونطبع Activate عشان تطلع لنا صفحة تفعيل ويندوز نكبس Change Product Key أو تغيير مفتاح ويندوز نحط المفتاح اللي أعطاني الموقع نكبس Activate وهيك بيكون تفاعل ونربط باللوحة الأم هاي للأبد رابط المنتج والعروض وكود الخصم موجود بوصف الفيديو الترقية أو التحديث أو الترفيع بأجهزة الكمبيوتر كتير بتفرق ما بين الجهاز المكتبي والجهاز المحمول أو اللابتوب بتسعة وتسعين فاصلة تسعة بالمية من الحالات بتقدر ترفعوا فقط قطعتين على اللابتوب الذاكرة أو الرام وأقراص التخزين أو الهارد ديسك أو الأس أس ديس فهذول الشغلتين اللي دايما لازم تشتغلوا عليهم عشان ترفعوا أو تزيدوا من سرعة اللابتوب تبعكم فبهذا الفيديو رح نعطيكم مثالين واحد لرام واحد لقرص تخزين وارجيكم كيف ترفعوها بدون ما تروحوا لمحل تودوا اللابتوب عليه خلص تشتروا القطعة بتفكفيكم اللابتوب وبتركبوها بس بتكو تقوّق لكم شوي لأنه الموضوع مش خطير كثير ولكن بده شوية عناية وتركيز ملاحظة قبل ما نبدأ انه هذا الدليل موجه للابتوبات الحديثة نسبيا إذا اللابتوب تبعكم موديله شوي قديم في دليل عملناه قبل هيك هاي رابطة باعه طالعة شاشة للي فيكو حاب يشوفه من أفضل الرامات الممكن ترفعوا فيها اللابتوبات هي كينغستن فيوي إمباكت اللي بتيجي صغيرة قياس السودم للابتوب بسعة 32 جيجا بايت يعني كل حبة 16 جيجا بايت وDDR4 3200 ميجا هرتز أيضا من أعلى السرعات للابتوب بفترة تصوير هذا الفيديو 16 جيجا بايت رام كافية وزيادة لمعظم التطبيقات أو الألعاب رح تشتغلوا عليها 32 تعتبر يعني زيادة عن اللزوم بالذات لحده بدي يشتغل إنتاج محتوى بالنسبة للSSD إذا اللابتوب بدعم جن 4 PCI Express ممكن تروحوا مع الكنغستن فيوري رينيغيد اللي بتيجي سرعاته عالية جدا فوق السبع تلاف ميجا بايت بالثانية قراءة وكتابة هذا الدسك اللي قدامكم ساعته 2 تيرا بايت ولكن إذا ما بدعم زي اللابتوب اللي اخترنا اليوم رح نروح مع الكيسي 2500 اللي أخضا سرعاته عالية قراءة وكتابة 3.5 و2800 تقريبا بس على الجهتين هاي السرعات ممتازة جدا وتعتبر ترفيع لأي لابتوب موجود بالسوق اللابتوب اللي رح نرفعه اللي هو الاسوس ROG Strix G513 لابتوب مواصفاته كويسة اللي هو كرشاشة 3050 Ti ومعارج 6NW 12 مصار الريزن 5600H وهذا اللابتوب بيجي بموديل انه لازم نشير الغطاء السفلي كامل مش انه والله قطعة صغيرة من الغطاء عشان نرفع الـ SSD او الهاردسك والرامات فمنشير كل البراغي ومنشير الغطاء ولازم تكونوا حاذرين لانه بهاي الحالة في عنا شرائط الاضاءة عشان ما تقطعوا لانه اضاءة الـ RGB فيقلها اسلاك موصولة اصلا بالغطاء هاي معظم قطع اللابتوب من بطارية ومبردات موجودة عليه ولاحظوا انه في عنا مكانين لرامات وحدة منهم راكبة والثانية لا مش راكبة عليها زي لزقة حرارية عشان توزيع الحرارة الطالعة من الرام منشيل اللزقة ما تخافوا عادي تشجعوا في قطع وحدة 8 جيجابايت راكبة وفي عنا SSD 1 NVMe M.2 يعني في عنا مكانين لـ M.2 اول اشي لازم نعمله قبل ما نفكفك اي اشي نشيل الكابل او السيك تبع البطارية اذا مش عارفين شوفوا المانيول او شوفوا اونلاين اذا حدا عامل هاي الحركة قبل هيك بس بنفسر البطارية اما اذا كانت البطارية مش بلت ان بتشيروا البطارية قبل ما تفكفكوا اللابتوب منشيل الرام اللي هيها راكبة حب واحدة 8 جيجابايت اصلا عليه ونحطها بتين لـ Fury Impact اللي هي بسيطة كتير منحطها بزاوية 45 درجة او 30 درجة وبعدين منكبسها بتنكبس على طول ونفس الاشي الجهة الثانية بتكون تراعوا انه الفرزة تكون باتجاهها الصحيحة اما بالنسبة للـ SSD منشيل الغطأ انا ما رح ابدل الـ SSD تبديل لأ رح اركب كمان M.2 SSD لهو الكيسي 2500 لانه هذا اللابتوب ما بدعم جن فور فراح يكون على الفاضي نركب الرينيجين ما رح نستفيد من السرعات طبعته وبعض اللوحات او اللابتوبات ما رح يشتغل اصلا او يتعرف فهيك ركبنا الكيسي مع الـ SSD الموجود والرامات الجديدة طبعا ممكن بموديلات تانية يكون عندنا مكان لـ 2.5 انش اللي هو الـ hard disk تبع اللابتوبات المعتاد او الـ SSD SATA اللي ما بيجي M.2 طبعا ممكنكو تبدلوه ورجناب فيديو سابق قبل هيك رابط طبعا طالع شاشة نفسه اللي حكيت عنه بداية الفيديو طبعا اكيد اداء جهازكو كتير رح يتحسن لما ترفعوا الرامات وبالذات لما ترفعوا الـ SSD خصوصا اذا ما كان عندكو SSD اصلا كان عندكو هاردسك عادي على اللابتوب او كان عندكو SSD سرعاته قليلة لما تركبوا NVMe SSD رح تستفيدوا كتير واذا ركبتوا Gen4 كتير ايضا رح تستفيدوا ان شاء الله تكونوا استفدتم من هالدليل السريع للي فيكم حاب يعرف كيف يعمل تهيئا للكمبيوتر او فورمات من الصفر وينزل ويندوز مع التعريفات عملنا ايضا فيديو تفصيلي قبل هيك هالرابط طبعا طالعا شاشة اللي فيكم بحب يشوفه بالنهاية شكرا لكم على المتابعة ان شاء الله يكون عجبكو هذا الفيديو اذا عجبكو عملوا لايك او اعجاب لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا اي فيديوهات جديدة مننا اذا عندكو اسئل ملاحظات او اختراحات وطواب التعليقات ونشوفكم فيديو قادم ان شاء الله تحقيق كبير جدا من دارك ومني اناموت سلام